احنا دخلوا البيت تقريباً الجيش الاحتلال الاسرائيلي على الساعة ثلاث ونصف الفجر وحكى انه بديوا يفتش البيت وبعدها فتش واخدوا اخوي اعتقلوا تعاملهم في طريقة دخولهم للبيت طريقة وحشية وهمجية يعني ما عطونا مجال انه نتحرك او اشي حجزونا كلنا في غرفة واحدة وتم التعامل معنا بكل عنصري يعني ما تأخذنيش على هالألفاظ بطريقة حكيرة جداً يعني أنا لكيتهم صاروا داخلين عندي على البيت في الطابق الارضي أنا بيتي ساكن في الطابق الارضي وكنت عنده لوقت دخولهم لما انزلت على الطابق الارضي لو أنزل على بيتي لكيتهم صاروا داخلين على البيت بدون ما يضربوا على الباب أو على أي شي يعني صرت لكيهم في وسط البيت لما دخلت نزلت عندهم اتعاملوا معي في كل وحشية كان بده يضربني أنا لما وصلت لعنده كان بده يضربني رفع إصلاحه في وجهي أخوي كان مريض فعلا كان مريض روح من يومين لأنه كان وضع الصحي سيء وكان تعبان فإحنا عالجناه أكثر من مرة مرتين وثلاث وكان تعبان يعني في وقت لما دخلوا على البيت هو كان نايم وصحي على صوتهم لما دخلوا البيت اللي صار طبعا الليلة ذان المغرب اقتحمت قوات كبيرة من الجيش المنطقة هون وعملت طوق أمني على الثلاث قرى سالم عزموت دار الحطب طبعا منعت خروج ودخول المواطنين من الثلاث قرى بشكل نهائي لأكثر من ثلاث أو أربع ساعات أغلقت بداخل القرى بشكل كامل ندلعت هون مواجهات بين شبان بلدة عزموت وقوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة وأيضا هون كان مواجهات شبان مخيم عصبر اللي ساندوا شبان بلدة عزموت كان طوق أمني بشكل كامل على المنطقة ثلاث قرى كانت مستهدفة لعدة ساعات أيضا قامت قوات الاحتلال بتمزيق الصور الموجودة على صرح الشهداء صور العاصفة وعلام فلسطين وريات فلسطين وتمزيق علام فلسطين وبعدها قام الجنود أيضا بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي ووابل من الغاز المسيل الدموع على الشبان الذين تصدوا لهذه الكوات المقتحمة للبلدة بقيت المواجهات لعدة ساعات الحمد لله جميع الإصابات اللي كانت هون إصابات بالمطاط وإصابات بالغاز المسيل الدموع كوات الاحتلال تعمدت عدم دخول مركبات الأسعاف إلى البلدة